خليني أعيد من أولها غرض الله والكنيسة قال يسوع أبني كنيسته وأبواب الجحيم لن تقوا عليها فكل الخدمات التاني وكل المؤسسات وكل المنظمات ما هي إلا ذراع لتساعد الكنيسة فالكنيسة مهمة جدا في حياة المؤمن الكنيسة بتعلمني حياة الالتزام أنه إذا في كنيسة يوم الأحد والاجتماع بيكون أو القداس السي عشرة لازم أكون عشرة لربع إذا رحت عشرة وخمسة أو عشرة عشرة إلا إذا كان في عذر طبعا يعني عذر قوي لكن إذا أنا بتعود أروح متأخر علامة سؤال أنت رايح ليه على الكنيسة الكنيسة بتعلمني حياة الالتزام أنا لما بحب الرب أنا عاوز أشوف الرب في الكنيسة فمهم جدا إذا أنت عندك لقاء مع أي موظف حكومي أو مدرسة بتروح قبل المعاد إش معنى الكنيسة أنت بتروح متأخر فهي علامات واضحة مرة تانية للإنسان اللي فعلا ملتهب عنده حرارة روحية ولا أيا بكون عندك فيروس أو مرض روحي يعني أنت بتكمل كل بر فروحت على الكنيسة الناس شافتك مش مهم أي ساعة وصلت قديت الواجهة نفس الشي في العمل يعني في أي عمل أنت بتروحه إذا ما بتروحش على الوقت أو يعني بتقوم في واجباتك أو التزاماتك في خطأ في حياتك اللي هو هذا مرض روحي شيء تاني أنا بالكنيسة بروح عشان أعبد الله طبعا هو العبادة في كل مكان حياتي هي عبادة أسلوبة سلوكة شهادتي كله لكن أنا بروح بقدم تسبيح وثمار شفاه شاكرة الله على عمل الخلاص بسبح برنم للرب يسوع عم بعبد الرب يسوع عم بقدم ذبائح روحية مثل ما بيقول الكتاب المقدس